وجه رئيس الوزراء الدكتور باين عبد الملك سعيد وزارة المالية بتعزيز الانضباط المالي واتخاذ كل الخطوات الرامية لضبط النفقات وتنمية الإيرادات بالتسجيغ مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لأذلك أثناء لقائه وزير المالية سالي بن برايك عقب أدائه اليمين الدستورية وليله ثقة فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية كوزير للمالية وحث رئيس الوزراء وزير المالية على التقيد بتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بما يضمن الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة لافتا إلى ضرورة تفعيل قلوات التواصل مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة بما يعجز حركة الاقتصاد الوطني ويشهم في تحريك عجلة التنمية لتخفيف المعاناة عن المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها مليشي الحوثي الانقلابية وشدد الدكتور معين عبد المالك على وزارة المالية بتحويل حصص المحافظات من الإيرادات أولا بأول تنفيذا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب لافتا إلى ضرورة تكاتف وتكامل الجهود على المستويين المركزي والمحلي لتنمية الإيرادات وترشيد وضبط النفقات واستخدامها بشكل أمثل لمصلحة المواطنين وتحسين معيشتهم اليومية ومن جانبه أكد وزير المالية التزامه بتوجهات رئيس الوزراء وأنه سيعمل كل ما من شأنه مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الراهنة معربا عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الأهداف وتجافز الصعوبات التي تعترض العمل المالي حضر اللقاء مدير المكتب رئيس الوزراء الأستاذ أنيس با حارفة